ترأتي مشاهدين الكرام نسيب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع منا تفضل يمن شكرا هدير أتمنى صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الرئاسة بمدينة العالمين الجديدة ضيوف مصر الكرام العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة والعاهل الأردني الملك عبدالله ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول العلاقات الأخوية ومختلف الجوانب التعاون المشترك وجدد القادة دعمهم للجهود والمساعد التي تهدف إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة كما استعرض القادة خلال لقائهم عددا من القضايا وتطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهة النظر والرؤى بشأنها أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن القوى الأمنية والعسكرية لن تنجر إلى الصراعات السياسية ولن تكون طرفا فيها موضحا أن القوات الأمنية ستقي واجبها دوما حماية العراق ومقدرته وقدسية الدم العراقي وشدد الكاظمي على منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان دي طابع سياسي موجها بتطبيق أقصى العقوبات القانونية بشكل أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية ممن يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة باسيلي نيبنينزا أن موسكو وزعت في مجلس الأمن الدولي والجمعيات العامة أدلة مصورة على قصف الجيش الأوكراني محطة زابوريجيا للطاقة النووية مشيرا إلى أن قوات كييف تقصف محطة زابوريجيا النووية يوميا باستخدام أسلحة أمريكية ثقيلة وأضاف مندوب روسيا أن الوضع قد تدهور فيما يتعلق بالسلامة النووية خلال الأسبوعين الماضيين قال رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي ميخايل ميزينتسيف أن القوات الأوكرانية تستخدم منشآت مدنية لأغراض عسكرية وفي تصريحات أضاف ميزينتسيف أن ما قرر تنسيق المشترك الروسي للاستجابة الإنسانية في أوكرانيا بالاشتراك مع سلطات التنفيذية الفيدرالية ذات الصلة يواصل تسجيل حقائق الإجراءات الإجرامية للنظام كييف ضد المدنيين واستخدام المنشآت المدنية في أغراض عسكرية أعلن مسؤول أمريكي أن بلاده ستعلن عن مساعدات عسكرية إضافية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لأوكرانيا وذلك في أكبر حزمة دعم أمني لكييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض سيعلن اليوم عن هذه الحزمة من المساعدات خفض البيت الأبيض بشكل حاد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة للعام الحالي من 3.8% في تقديراته السابقة في مارس إلى 1.4% وأشار البيت الأبيض إلى أن أسباب التباطئ ترجع إلى عودة ظهور متحور أميكرون والعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا واستمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة يتوجه أكثر من 14 مليون ناخب في أنجولا اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 220 نائبا برلمانيا جديدا واختيار رئيس جديد للبلاد وذكرت وسائل إعلام أن ثمانية أحزاب سياسية تتنافس في الانتخابة التشريعية بينها حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا وهو الحزب الحاكم منذ الاستقلال عام 1975 وحزب الاتحاد الوطني للاستقلال الكلي المعارض نهاية موجز الثامنة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة